اولا ما كنت شي واحد شي نص قانوني اللي كي يمنع ولي شي واحد يمنعك تكتب شيك بلون مغير على لون الاسود والالازرق حاجة تانية فبعد الاحيان سنعطيه واحد الشيك هادك اللي يكتبلك الشيك انت مستفيد من الشيك مش يتدفعتين للبنكة وغيت تتخلص فيه هادك البنكي تكتشف بانك هناك اختلاف ما بين المبلغ مكتوب بالاحرف مع المبلغ اللي مكتوب بالارقام فمدونات التجارة تتقول لك يكون تناقض او اختلاف في المبلغ ما بين ما هو مكتوب بالرقم وما هو مكتوب بالحرف بالحرف البنكي خصو يخلصك المبلغ اللي مكتوب بالاحرف مش بالارقام المعلومة الثالثة هي من اللي كتتقدم انت كمستفيد بالشيك كتتقدم البنكة وتيجوبك هدك البنكي تيقولك ما عندوش المأونة من حقيق تسول واحد سؤال قبل ما يعطيك شهادة عدم وجود المأونة تتقول الله كتر خيرك وش كينشي حاجة في الحساب ولا ما كينت حاجة تسول واحد السؤال تيجوبك هو المأونة غير كافية قانون مدونة تجارة دائما كذلك تأتيك الحق انك تطلب تخلص في هدك الشي اللي موجود في الحساب ديالو ويعطيك شهادة سلبية او شهادة دير عدم وجود المأونة بنسبة للمتبقى